موسيقى في ملف الأزمة الأوكرانية توصلت الدول والأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية وعقدت دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا للاتفاق على طريقة يمكن من خلالها خفض استهلاك الغاز هذا ومن المقرر أن تخفض مجموعة جاز بروم الروسية الامدادات إلى أوروبا اعتبارا من غاد الأربعاء وهو ما يمثل تهديدا لاقتصادات مثل ألمانيا والتي تعتمد على الغاز الروسي في الطاقة والصناعات الكيميائية اعتبر رئيس الوزراء التشيكية الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن خفض شحنات الغاز الذي أعلنته مجموعة غاز بروم الروسية هو دليل جديد على أن أوروبا يجب أن تحد من اعتمادها على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن وقال إن الوحدة والتضامن هما أفضل سلاحين ضد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن إعلان شركة جاز بروم الروسية العملاقة للغاز قالت إنها ستخفض المزيد من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع وذلك له دوافع سياسية ورفضت مفوضة الطاقة الأوروبية ادعاء الشركة بأنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات وقالت لدى وصولها إلى بروكسل لحضور اجتماعا لوزارة الطاقة في دول الاتحاد الأوروبية إنه ليس هناك سبب فني للقيام بذلك أزمة الطاقة في أوروبا تتزايد يوما بعد يوم لتضاف إلى الأزمات التي تلاحق القارة العجوز سواء في الركود الاقتصادية أو التضخم المتفاقم أو النقص في إمدادات الطاقة شركة جازبروم الروسية وبقرار مفاجأ أعلنت خفض شحنة الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنبيب نوردستريم 1 إلى 33 مليون متر مكعب يوميا بما يقدر بنحو 20% من إمكانيات الخط مقابل 40% حاليا خفض جديد يأتي عقب تخفيض موسكو سابقا لمرتين لكميات شحنات الغاز الشهر الماضي قائلة إن خط أنبيب الغاز لا يمكنه العمل بشكل طبيعي دون توربين كان يتم إصلاحه في كندا ولم يعد إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو ألمانيا اعتبرت تلك الخطوة بمثابة قرار سياسي روسي للضغط على الغرب في إطار الأزمة الأوكرانية في حين أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنه لا يوجد سبب تقني لخفض إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب وعادة ما تتهم الدول الغربية موسكو باستخدام سلاح الطاقة ردا على العقوبات التي فرضت على موسكو منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في تلك الأثناء قال المتحدث الصحفي باسم رئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف إن تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس بأن روسيا مورد غاز طبيعي غير آمن ولا يمكن الاعتماد عليها تتناقض مع الواقع وتاريخ الإمدادات مشددا على أن بلاده تفي دائما بالتزاماتها وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن خط أنبيب الغاز سيعمل بنسبة 20% من قدرته اعتبارا من هذا الأسبوع إذا لم تستلم موسكو التوربين الناقص حيث سيخضع توربين آخر للصيانة قريبا واقترحت المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء تخفيض استهلاكها للغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023 وذلك بنسبة 15% على الأقل مقارنة بمتوسط استهلاكها للغاز في السنوات الخمسة الأخيرة في الفترة ذاتها ويربط خط أنبيب الغاز نوردستريم الذي يمر عبره يوميا 167 مليون متر مكعب من الغاز روسيا بألمانيا وذلك عبر بحر البلطيق كما يعتبر الخط استراتيجيا لإمدادات الغاز الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية تحطى سعر الغاز الطبيعي الأوروبي حاجزا 190 يورو الميجاوات في الساعة لأول مرة منذ مارس الماضي وواصل سعر الغاز الأوروبي ارتفاعه وذلك مع إعلان مجموعة جاز برام الروسية خفضا جديدا لإمداداتها إلى أوروبا عبر خط أنبيب نوردستريم قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوفا قال أن التوربين الذي يعمل بالغاز في خط الأنبيب الروسي نوردستريم 1 لم يصل بعد من كندا حيث تجرى له أعمال صيانة مضيفا أن موسكو تأمل في أن يتم تركيبه عاجلا وليس آجلا وأكد بيسكوفا أن العقوبات المفروضة على روسيا تعوق عمل خط أنبيب نوردستريم 1 مما يخفض إمدادات الغاز لأوروبا إلى نحو 20% فقط من طاقة الخط خلال أعمال الصيانة وقالت شركة جاز بروم الروسية أن صادرات الغاز الروسية ستنخفض إلى 33 مليون متر مقعب يوميا وذلك أعتبارا من غد الأربعاء أي نصف مستواها الحالية توقع النائب الأول لوزير الزراعة الأوكرانية أن تصل صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى نحو 3 مليون ونصف مليون طن شهريا في المستقبل القريب وأضاف أن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجيا كل شهر بدءا من نحو 1.5 مليون طن في أغسطس المقبل انفراجة مرتقبة لأزمة الغذاء العالمية إثر الإعلان عن توقيع اتفاق روسي أوكراني برعاية الأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب اتفاق يأمل الطرفان الروسي والأوكراني في دخوله حيز التنفيذ وينتظره العالم لتحقيق انفراجة وتقليل حدة الأزمة العالمية فيما يتعلق بتوافر الغذاء وأسعاره في البرصات العالمية وزارة الزراع الأوكرانية قالت إن صادراتها من الحبوب قد تصل إلى 3.5 ملايين شهريا في المستقبل القريب وعلى الجانب الآخر تنتظر روسيا فتح الباب أمام صادراتها الزراعية إلى العالم رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة لبرنامج الأغذية العالمية بأن الاتفاق الروسي الأوكراني قد يؤدي إلى تراجع في أسعار الغذاء على المستوى الدولي لكنه حذر من أن الاتفاق وحده لن يحل أزمة الغذاء العالمية حتى لو نفذ تنفيذا فعالا ووفقا لبرنامج الأغذية العالمية فإن أزمة الغذاء العالمية ليست أزمة أسعار فحسب مشيرا إلى أن الصراعات والتغيرات المناخية وجائحة كورونا ستستمر في إبقاء أسعار المواد الغذائية مرتفعة قال رئيس مدينة ميكولاييفا بجنوب أوكرانيا قال إن القوات الروسية قصفت البنية التحتية لميناء المدينة وأشار رئيس المدينة إلى توجيه دربة صاروخية ضخمة على جنوب أوكرانيا من اتجاه البحر الأسود وباستخدام الطيران دون أن يقدم تفاصيل عن آثار الدربة من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثمانات سواريخ وأسلحة مدفعية في منطقة ميكولاييفا الجنوبية طلب المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوب الأمم المتحدة بضرورة الوفاء بالتزامتها بشأن صفقة الحبوب المبرمة بين روسيا وأوكرانيا خاصة فيما يتعلق بإزالة القيود غير المباشرة على تصدير الحبوب والأسمد الروسية وأشار إلى أنه من السابق لأوانه تقييم صفقة الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وكان قد أعلن أمس أن استهداف مواقع في ميناء أوديسا مرتبط بالبنية التحتية العسكرية ويجب أن لا يؤثر على تنفيذ صفقة شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال وأضف أيضا أن هذه الضربة العسكرية مرتبطة حصريا بالبنية التحتية العسكرية ولا تتعلق بالبنية التحتية المستخدمة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر